فاير بلاي رجعنا من جديد في فاير بلاي محكو على موضوع في المولاك ما أثر ذر جابين البارح واليوم حاول اعتزام فتاة اسمها اسم البيجي الالتحاق بنتخب قطر في المولاك متغير الجنسية متاحة لقى تفاعل برشة مع روايد مميقع التواصل الاجتماعي بسبب خاصة الأبطال الرياضيين اللي خسرتهم تونس خاصة في بعض الرياضات كما كنت ليد ومشيوا بدلوا الجنسية متاحهم حابين نوصحوا ما هي الحكاية بالضبط شفنا تدوينات من الطفلة هذي اللي تقول انها ملاكمة حابين ناخذوا ايضا جامعة الملاكمة وموقفها بعدما هبطت اليوم بلاغ في الموضوع معانا رئيس الجامعة التونسية للملاكمة السيد عمار الحمزوي للتوضيح سيعمار ألا بيك مرحبا بيك اشكرا حوالك سيدي شنو الامور الحمد لله وشكر لله ان شاء الله ان شاء الله ديما فخير وسلامها للوطن ان شاء الله سيعمار شنو الاحكاية البالح كانت الطفلة هذي يا اسمال بيجي من عرض السيعموليكما ولا انتو من فيتوا انها تكون اللعبة في المنتخب من اساسه قالت انها بدلت الجنسية متاحها لما لقاتوا من تهميش في تونس معناها شنو الاحكاية بالضبط اللي منسميش موليكما لخطر الموليكما تكون عندها تاريخ خاصة في الدعي في الجوانب هذي تكون عندها تاريخ في الموليكما تكون عندها بطولات تكون عندها تلتميل فريق الوطني تكون معناها هذا من كل في حياتها لعبة ثلاثة مقابلات ثلاثة مقابلات منهم اخر مقابلة في 2019 في مارس 2019 دورة متاع الفتيات بالنسبة لعشرين مارس في 2019 وخسرت من الدور الاول من الآن ويتيام خسرت ومن وقتها ما تماش ما عملتش ايجازة معناها لا تابع الجامعة تونسية الموليكما ولا تنتمي لأي فريق فرق التونسية اللي تابعين الجامعة تونسية الموليكما هذي من ناحية من ناحية تانية فتني مناهية قالت لنا نعتزل ونحضى ذاكل كان شفته في البلاغ اللي نحنا تسنى أصلاً بالاتحاد القطري وبالجامعة وبالاتحاد العربي في المجالة داي وينفيه فتني مناه اللي اللي عدم تواصلهم مع مع الطفلة هذي في الاختصاص الموليكما النسائية أولاً مش موجودة في شرب الاتحاد في شرب الاتحاد القطري وتقول أنا مش نمشي ناخد الرأي بتاع المانع الجنسية معنا في مش تلعب دورة القطر مش تلعب الجنسية أولاً حتى حتى التجنيس في دورة قطر منونام في الجانب اذي متوقف توا ما فيش متوقف متوقف معنا ما تنجمش أي أي إنسان بشي بخلاف بخلاف الرياضيين وبخلاف الوحدة داي متوقف حقي معناه ريت المغالطات بالنسبة لل الأسمة بشي معناه أولاً تصلت بالاتحاد القطري تصلنا بالاتحاد العربي اللي ما تماش حتى تواصل ما بين الاتحادات فتني القطرية وسوى وللعربية في خصوص في خصوص هذا من ناحية من ناحية اللي بش نمشي طالعاً مع قطر وطالعاً مع خدري في الجوانب بالاخرى أنا عملت بلاغ توضيحي للرأي العام ومن حقي أنا بش البارع فانتنراوه الجامعة تونسي الملاكما هذا يخليني باش عملت بلاغ توضيحي اللي اللي يفسر المغالطات واللحلة ومش انقابيها فتني مش انقابيها فتني كالجامعة تونسي الملاكما مش انقابيها فتني فالتزهيف دائم أنا واحدة مش انقابيها مم من النقاط اللي جيت في الباليقس يا عمرو عملها ملعب في المنتخب الوطني التونسي هكا عمروها ما انتميت للمنتخب او مش انقابي ايه سيدي معمرة بالحق عمروها منتما جيت جيت فنتني معمرة حبوا حبوا تدخل للمنتخب الجامعة تونسي الملاكما وليدارة الفنية انا ذاك في 2018 انقابيها فانتني كل واحد بش يدخل عملو لها عملو لها تست ما ااااااااااااااااااااااا قلنا تست ميديكالة وهي تكنيك اه تكنيك افترنا تاست تكنيك بلوس بلوس ابعتنا للمركز معناه الطب الرياضي الطب الرياضي وقام جميع الفقوصات بالنسبة للطفلة هذي وأكد وعنا معناه ما يفيد أكد الطب الرياضي اللي هذي معناه عندها ما ترتقيش باش تكون ملاكمة في المنتخب ورسلنا الوزارة ورسلنا فتنية الدارة العامة للرياضة وفنياً فنياً شنوه مستويه فأنا قلت لك لعبت ثلاثة مقابلات في حياتها وعمرها ما ربحت عمرها ما ربحت من حتى حتى روندا معناها عمرها ما ربحت من الدور لوليني تمشي على راحة لعبت ثلاثة مقابلات في الوسطيات في 2019 كانت صغريات كانت صغريات أما في الوسطيات لعبت مقابلة واحدة نعملت مقابلة واحدة في مارس 2019 في البطولة الوطنية في البطولة الوطنية بطلك خاطر البنات ما معناهش بطولة جهوية نعملوا في بطولة وطنية للفتيات سنتني معناه مباشرة معناها ما نعملوشي مثلا ماشي تصفيات جهوية وتصفيات سنتني معناه بالنسبة للفتيات أنا ذاك كانت معناه 300 طفلة نعملولهم بطولة وطنية فيه على مدى خمسة أيام وستة أيام وهي من ثمن النهاية متدور لوليني خسرت فيه من 2019 ومن 2019 إلى يوم من هذا لا عملت إجازة معا لا عملت إجازة ولا شركة ولا زد على ذلك كلمة الاحتراف بيش تمشي بقعة نعملوا في سؤالي التالي في النقطة الخامسة أبشا سألك يا عمر أعطيك الجاوب حكيتوا على كذبت وكونها في النقطة الخامسة أنها تكون أصلا ملاكمة محترفة في الوقت اللي عندها منذ خمس سنوات شركة في بطولة الوسطيات سنة 2019 صحي بالنسبة للإحتراف الإحتراف رفي قواعد بالنسبة للجامعة تونسيين الملاكمة على خطر من ضوية تحت الاتحاد الدولي معناها اللايباء ما تكون معناها محترفة إلا ما تكون معناها عندها إجازة محترفة بالنسبة للجامعة تونسيين الملاكمة هذي لا تقدمت أولاً لا عمرها وما نجموش نعملولها بطاقة احتراف ونحن عنا عنا تقرير من طب الرياضي اللي طفلة هذي ما ترتقيش مش تكون ملاكمة هذي من ناحية ثاني حاجة تقولوا راني أنا عندي خمس سنين هي 2019 قتلك 2000 في مارس 2019 لعبت بطولة بطولة وسطيات تابعة تابعة فتني ما أنا عندي تونسي هذي شي خليت معناها ضمن الهوات ليس ضمن الهوات لباة 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 سي عمرها هي في تدوينها لها تناجم تكون معاش أنا أحبك أنت تتفاصلي تناجم تكون ملاكمة بتنتميش للجامعة التونسية وتلعب عنا في قطعة الخاصة هذي كمانا تدخل تدخل راني الجامعة التونسية الملاكمة الجامعة التونسية الملاكمة من ما تطهيش بالنسبة لي هي تقول لك أنا ما شاركتش ما شاركتش في أي دورة وتقولها وهو سبونسورين هذي ما نعم بالنسبة إننا نحن كجامعة التونسية الملاكمة معناش في دخل لجامعة التونسية الملاكمة ولا وزارة ولا لجنة ولا مطي الضوابة تمتعها الاحتراف إذا كان تنضوي معنى تحت الجامعة الدولية للملاكمة اللي لايباع وتكون فيها قواني وقتها وقتها تكون لي جزء متاحة معطاعت من طرف من طرف الجامعة التونسية الملاكمة كمحترف وانتم ما معطيتوها شي ما عطينا ما نجموش نعطيوها قتلة ما نجموش نعطيوها أصلا حتى التقرير الطبي ما يخولناش باش نعطيوه حتى أي إجازة مماثلة واضح لذا كل ما وقع فانتني معنى التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين فانتني معنى اللي كسكسة فيها مقنوزة فيها مقنوزة فيها اللي من حقهم وانتني معنى باش نحن عملنا بلاغ توضيحي بالتنسيق فانتني أكيد فانتني مع الوزارة ومع اللجنة ولانتية وعملنا بلاغ توضيحي فيما يخص هالجوانباتية ونحن بإذن الله مش نقضيوها فانتني وانتني كان كل واحد يجي يتصلط على على الجامعة وإلا على الوزارة مش نقضيوه بس تمشيوا في قضية معنى عبنهم شنوه أبدأها من بلاغ الكادر بداية أبدأها من الديعات الباطلة أبدأها فانتني منع واضح رئيس الجامعة التونسية للملاكمة داخلكم معنا وتضيح لكلمة لقائدته الملاكمة أسماء الباجية فاصل موزيكا هم كاملين في فتر بلاي حتى للغرسة